انهيار يجر انهيارا واقع افرزه انقلاب ميليشيا الحوثي في البلاد بعد نحو اربع سنوات من الحرب منذ الانقلاب الدامي في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 والوضع الاقتصادي في البلاد يعاني ازمات حادة اسهمت بشكل كبير في تراجع النشاط الاقتصادي وتدني مستوى دخل الفرد سياسات عديدة انتهجتها الميليشيا الحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني بدءا من نهب الاحتياطي العام للدولة وتدمير مؤسساتها مرورا بتعويم العملة الوطنية وقطع مرتبات الموظفين وصولا الى انشاء اسواق سوداء للنفط والغاز وضع اثر بشكل كبير على حياة المواطنين حيث ادى نهب الاحتياطي العام للدولة الى عجز الحكومة عن استيراد المواد الغذائية وهو امر ساهم في ارتفاع تكلفتها بسبب المضاربات التجارية لم يتوقف نتاج ما احدثه انقلاب الميليشيا عند هذا الحد بل امتد الى تدمير المؤسسات الارادية كالنفط والغاز من خلال انشاء اقتصاد موازي تتحكم فيه ادوات السوق السوداء وتصب كل اراداته في خزينة الميليشيا الانقلابية العملة الوطنية هي الاخرى كانت شاهدة على ما احدثه انقلاب الميليشيا من انخفاض في قيمتها حيث ادى قرار الميليشيا بتعويم العملة الوطنية الى تركها خاضعة للعرض والطلب الامر الذي ساهم في وصولها الى مستويات قياسية عند حدود ستمائة ريال مقابل الدولار الواحد تبعات انقلاب الميليشيا على الدولة وتأثيرها على العملة الوطنية لا تزال حاضرة حتى الان حيث تلجأ الحكومة لتغطية نفقات المرتبات الى طباعة العملة الوطنية بدون غطاء من عكس سلبا على قيمة العملة الوطنية وانخفاض قيمتها اربع سنوات مضت من الحرب ولا يزال انقلاب الميليشيا يلقي بتبعات الاقتصادية على واقع البلاد التي ترزح تحت وضع انساني صعب وواقع وصفته الامم المتحدة بانه الاسوأ في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر